السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكراه في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرفوا كيف حصلوا على المكعب مرش كوب ثم سنتعرفوا على الطريقة الثانية ديال الاني ماركة خدي اذا بالنسبة لمرش كوب فاننا كنقوم ب كنكتبه في جوجل مرش كوب.pdf كي طلع ليا الموقع كنطيع شارج هاد الورقة كيكون مطبوع عليها المكعب بحالة الشكل مثلا كيكون مطبوع عليها من بعد كنقطعه بالميقص كنقطع المكعب بالميقص كيكون منشور ثم كنقوم بتجميع دياله كنجمع هاد المكعب ومن الافضل كنعدي شي كارثونا ولا شي علبة مكعبة الشكل هي اللي نجمع عليها هاد المكعب من بعد هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية كان نمشي المنجر تطبيقات بلاي ستور كان تليشارجي كنكتب مجموعة من الدروس اما مجموعة الشمسية او اعضاء جسم الانسان من كانت تليشارجي مجموعة الشمسية كنت تنزل في الهاتف التطبيق كندخل التطبيق كيشتغل قابل يعطيه كنجمع 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 او اعضاء جسم الانسان يعني اذا تتطبيق او الدرس اللي تحميل انا كم جمعة من الدرس اذا طريقة سهلة مرحلة الاولى كنت اشارجي الورقة منشور المكعب نقطعه نقوم بجميع دياله نجمعه بالاحسن كما قلنا نجمعه بشكل كارت بشكل مكعب المرحلة التانية كنت اشارجي الابليكاسي مرحلة المجان من البلاي ستور ثم ندخل لها نوجه الهاتف المكعب ثم نجمعه الدرس اللي اختارت انا هذا بالنسبة مرحلة المكعب المكعب المعزز التطبيق الثاني هو انامال 4D انامال 4D انامال 4D نطبع الحيوان اللي بغيت البقارة ونحلة عندي مجموعة من الحيوانات بنفس الطريقة نكتب animal 4D .pdf ونعطني الحيوانات نطبعهم بشكل مثلا ثم المرحلة الثانية نمشي ال play store نكتب animal 4D ونعطني التطبيق هو هذا التطبيق انامال 4D ثم من شارجة التطبيق نفس الطريقة ندخل التطبيق ثم نوجه الهاتف الكاميرا لهذه الصورة حتى يقوم بسكانها ويتعرف عليها من خلال بعض الرموز اللي كان في الصورة يتعرف عليها انها بقارة ويتخرج لها الشكل تخدي بقارة والحيوان اللي طبعت انايا اذا وشكرا جزيلا وكنتمنى لكم التطبيق واي تساؤل على هذا الموضوعين فنحن نرحل الاشارة ان شاء الله الاجابة عليه وشكرا لكم